يوسف هاشم مهندس كيميا في إدارة البيئة والسلامة مراقبة أمن ومشاعة النفطية شغلنا ينص على أن نتابع تقارير الحوادث مع المهندسين في مكتب الأحمدي وننسق اجتماعات مع الوكيل المساعد للشؤون الفنية في مناقشة هذه الحوادث نقدم التهاني ليسمو أمير البلاد بنسبة العيادة الوطنية وحفظ الله لكويت معاكل مهندسة أريد جعقوب الشطي وزارة النفط إدارة البيئة والسلامة وراقبة البيئة مكتب الأحمدي يختصر مكتب الأحمدي على الأعمال والتنسيق ما بين وزارة النفط والشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول باختصار شغلنا وعملنا بمكتب الأحمدي متابعة التغارير الشهرية الزيارات الميدانية والتغارير الحوادث نقدم التهاني إلى سمو أمير البلاد حفظ الله وكويتنا الحبيبة بمسابة العيادة الوطنية دام عزة شاكويت بشار خلف الشطي مهندس ميكانيك أول إدارة البيئة والسلامة مراقبة أمن وسلامة المنشآت النفطية تقوم إدارة البيئة والسلامة ومراقبة أمن وسلامة المنشآت النفطية في استلام التقارير الشهرية والأسبوعية التابعة للشركات النفطية وإدارات البيئة والسلامة التابعة لها اختصارا لذلك نقوم أيضا بذلك بعداد تقارير ميدانية نقوم فيها بزيارات متعددة إلى جميع مرافق الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية ومنها بذلك نقوم برصد المخالفات وأيضا بعمل الإرشادات الصحية التابعة لإدارة البيئة والسلامة التابعة لتلك الشركات نبارك لسمو الأمير حفظه الله ورعاه لعيادة الوطنية ونبارك لحكومة الكويت وشعب الكويت بذلك الأيام الجميلة التي تعود علينا دائما بالحب والسلام حفظ الله الكويت من كل بكره محمد الزيد مهندس ميكانيك إدارة البيئة والسلامة مراغبة أمن وسلامة المنشآت النفطية مكتب الأحمدي يقوم مكتب الأحمدي بالرب بين وزارة النفط وقطاع النفطي مهام مكتب الأحمدي هو كتابة التقارير وزيارات تفقدية وعمل زيارات تفتيشية وعمل مخالفات وجدت ويقوم مكتب الأحمدي بالتنسيق لعمل دورات المهندسين الجدد نهنع سمو الأمير البلاد حفظه الرعاب لأعياد الوطنية وكل عام أنتم بخير